وبالعودة إلى الأخبار الواردة قبل قليل أيضا نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي وعن سحب لواء عسكري ثاني من خان يونس جنوبية قطاع غزة ينضم إلينا من تل أبيب مراسل العربي أحمد دراوش الاطلاع على تفاصيل هذا الخبر أهلا بك أحمد بالفعل فرح إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن جيش الاحتلال قرر اليوم سحب لواء ثاني من منطقة خان يونس في قطاع غزة هذا يعني أن عدد الألوية الحالية الموجودة في تلك المنطقة هو خمسة ألوية بعدما كان أربعة ألوية عفوا بعدما كان العدد خلال الأسبوع الماضية سبعة ألوية جيش الاحتلال سحب منذ بداية العام وحتى الآن ثلاثة ألوية من منطقة خان يونس في قطاع غزة على أن يدفع خلال اليومين المقبلين بلواء آخر لتعويض النقص ما يعني أن عدد الألوية سيكون في قطاع غزة هو خمسة ألوية خلال الفترة المقبلة من غير الواضح أسباب سحب هذه الألوية من قطاع غزة إما نتيجة لتعب جنود الاحتياط وجميع الألوية التي أعلن عن سحبها حتى الآن هي ألوية احتياط وكان ينشر خلال الفترة الماضية عن ضرورة تسريح قوات الاحتياط من هذه المناطق أولا نتيجة للتعب والإرهاق البادي على جنود الاحتلال الإسرائيلي نتيجة للمعارك الضارية والشرسة والخسائر الكبيرة التي تعرض لها لكن أيضا بسبب الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي من استمرار وجود هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط سواء في قطاع غزة أو على الجبهة اللبنانية لكن قد يشير سحب هذه القوات والدفع بقوات أخرى إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى تغيير طبيعة المعارك في هذه المنطقة على اعتبار أنه أبقى معظم قوات الهندسة والقوات الخاصة الموجودة في هذه المنطقة هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي سيركز خلال الفترة المقبلة على استمرار ما يسميه تدمير الأنفاق في قطاع غزة هذا الموضوع يشغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير هو أولا يدعي أن منطقة خان يونس فيها عدد كبير من قيادات حركة حماس وفيها عدد كبير من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بالتالي عمليات جيش الاحتلال يفترض أنها معقدة أكثر في هذه المنطقة من مناطق شمالي قطاع غزة وهذا الأمر يتطلب قوات خاصة إسرائيلية تعرف كيف تتعامل مع الأنفاق ولو أن إسرائيل لم تسجل خلال الفترة الماضية نجاحا في التعامل مع هذه الأنفاق بحسب ما أفاد تقرير نشر اليوم في صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية التي رجحت نقلا عن تقديرات إسرائيلية وأمريكية أن نحو من ثمانين بالمئة من الأنفاق في قطاع غزة لا يزال سليما حتى الآن هذا مع الأخذ بعيني الاعتبار أن هناك أنفاق لا يعرفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ما يعني أن النسبة قد تكون أكبر كذلك بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين فأن معظم الأنفاق التي تم تدميرها خلال الفترة الماضية تقع شمالي قطاع غزة وليس جنوبي قطاع غزة أو في منطقة خان يونس بالإضافة إلى فشل عملية كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يروج لها كثيرا خلال الفترة الماضية وفي نفس الصحيفة صحيفة وورستريت جورنال عن بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغراق الأنفاق في قطاع غزة واتضح أن هذا الأمر باء بالفشل الآن أولا نتيجة لوجود جدران وأسوار وحواجز داخل الأنفاق تمنع تدافق المياه إلى داخل شبكة الأنفاق في قطاع غزة ما يعني أن جيش الاحتلال ليس لديه عمليا أي قدرة حتى الآن على التعامل مع هذه الأنفاق سوى إدخال جنوده إلى داخل هذه الأنفاق وتفجيرها من الداخل وهذا الأمر ينظر إليه بخطورة كبيرة على أنه تسبب بمقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة تغيير كبير يجريه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض تحديدا في منطقة خان يونس يشير إلى تغيير ربما في تعامل الاحتلال مع هذه المنطقة وإلى إرهاق شديد وتعب شديد تعرض له جنود الاحتلال في تلك المنطقة نتيجة للضربات الملاحقة التي يتعرض لها من فصائل المقاومة الفلسطينية شكرا جزيلا لك مرسل العربي أحمد دروشي كنت معنا من تل أبيب